مرحباً أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الميزان لشهر 2 إشباط 2023 إن شاء الله ستكون شهر ممتاز جداً مليء بالأمور الإيجابية اللي بتصب بصالحك على جميع الأصعدة وإن شاء الله رح تقدر للفترات القادمة أنك تحقق كل الأهداف والطموحات اللذي تسبو إليها طبعاً موليد برج الميزان من 23 أيلول إلى 23 تشرين الأول هذولا هم أصحاب موليد برج الميزان ينكمل يا أصدقائي إن شاء الله سيكون بداية شهر 2 تغيرات جدرية وخصوصاً في الأمور المهنية والاجتماعية وأيضاً المالية من أهم أولوياتك رح تكون أنك ترفع من دخلك المادي ستتاح لك بعض الفرص الرائعة جداً والثمينة حاول استغلالها لدفع بمصالحك إلى الأمام هناك أحد الأشخاص من أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين من حولك سيقترح عليك عمل مشترك بينك وبينه حاول قبل أن تأخذ قرار بشكل سريع بهذا العمل المشترك إنك تعيد التفكير مجدداً عشان ما تقعفك التسرع طبعاً يا أصدقائي وخصوصاً أشخاص الجدد ما ينسونا بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ولا تنساني من اللايك أنا بعمل يا أصدقائي مصابقة 30 قراءة خاصة ومجانية بيتم اختيارهم بطريقة عشوائية من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو طبعاً يا أصدقائي للتواصل على طريقة الواتس أب بتلاقوا رقم الواتس أب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي تربح معي قراءات خاصة القراءة كشف كامل روحاني عاطفياً ومهنياً والتوقعات القادمة بإذن الله تعالى وإذا كان في موضوع معين أو مشكلة معينة بحاجة لنقاش بشكل مباشر بنتناقش فيها وإن شاء الله بنلاقي لها حل لنرى أيضاً شو مخبالك ببداية شهر 2 إشباط 2023 بإذن الله تعالى ستكثر من الاتصالات وأيضاً والتنقلات القصيرة بين المدن ستكون أغلب هذه التنقلات والسفرات القصيرة أعمال إضافية لا في العمل الأساسي الذي أنت قائم عليه حاول قدر المستطاع أنك لا تتردد أنك تحكي الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك للأشخاص المقربين من حولك وأيضاً الأشخاص التي تعرفت عليهم بهذه السفرات القصيرة بين المدن لأنهم سنعجبوا بهذه الأفكار بهذه المشاريع الممتازة جداً وسيكونوا معك شراكة تعود إليك بالنفع وبالدخل المادي الجيد هناك بعض التراجع في الأمور الصحية رح تلاحظ فيه أعراض غير اعتيادية لا تأخذ الأمور باستهتار يا صديقي يا برج الميزان اذهب إلى الطبيب وعمل فحوصات اللازمة عشان تتطمن على نفسك وإذا فيه موضوع معين بحاجة إلى علاج خذ العلاج المناسب عشان كل شيء يتعالج يخلصه بروح والما بتعالج أصدقائي دائماً بالثاقم ويزيد أما الذين يبحثوا عن فرصة عمل هناك فرص رائعة جداً لمولود برج الميزان وخصوصاً في الأمور الورقية مثل عقد مع شركة أو بالدوائر الحكومية وأيضاً يبتسم لك الحظ إذا كان في موضوع محكمة أو مسائلة قانونية وتنتظر جواب سيأتي جواب أنه لصالحك ويصب بمصلحتك كما تحب وتتوقع ننكمل يا أصدقائي ونرى شو مخبالكو بداية عام عفواً بداية شهر اثنين ستشعر في بعض التغيرات الاجتماعية وستكثر من الأعمال الخيرية ومساعدة الأشخاص الآخرين وخصوصاً الأشخاص الكبار في العمر الله يزيد عليك الأعمال الخيرية أنتو أشخاص رائعين جداً بالفطرة وأصحاب الجمال الثنائي من الداخل ومن الخارج ستطلب المساعدة من شخص من المقربين من حولك سيخيب آمالك علماً هذا الشخص أنت يعني ما قسرت معه بالفترات الماضية ما كان أي موضوع بده إياه كمساعدة مادية أو مساعدة مهنية كنت دائماً تساعده شو ما يكون الموضوع لما أنت احتشته ما لقيته جنبك هذا الموضوع رح يسبب لك بعض الاكتئاب وأيضاً رح تفقد الثقة للأشخاص الآخرين بسبب هذا الموضوع لأنه الشخص هذا عزيز على قلبك فما كنت نتوقع واحد بالمئة أنه ما يساعدك أو يقدم لك يد العون لكمل يا أصدقائي ونرى شو مخبالكو بداية شهر اثنين سيقترح عليك أحد الأصدقاء المقربين من حولك الذهاب إلى رحلة ترفيهية وأنت بحاجة ماسة لهذه الرحلة وخصوصاً أنه بالفترة الماضية كانت بعيدة عن الأمور الترفيهية كانت كلياتها مشاغل وأعمال إضافية وهذا الموضوع سبب لك بعض الاكتئاب بسبب الروتين اليومي الدائم فلما تكسر روتينك وتذهب إلى هذه الرحلة ستعود لك بالنفع وأيضاً تستعيد طاقتك الإيجابية ستستغل هذه الرحلة الترفيهية بالمناظر الطبيعية في الجلوس لوحدك حوالي ربع ساعة ستكون كفيلة أنه يجيك إلهامات رائعة جداً وأيضاً ستكون قادر أنك تأخذ قرارات مصيرية معلقة كانت مش عارف تخفيها قرار أنك تظلك فيها مستمر أو أنك تلغيها هناك خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة بسبب شخص سيحاول زرع الفتنة بينك وبين أفراد العائلة حاول قدر المستطاع كن هادئ الأعصاب لكي ما يصير هذا الخلاف كبير جداً وأيضاً أنك توصلوا لمرحلة أنك لا تتكلم معهم ولا يتكلموا معك حافظ على هدوء أعصابك مهم جداً عشان تحافظ على الرابطة الأسرية لنكمل يا أصدقائي أما الأشخاص القائمون على عملهم ستلاحظ نظرات الغيرة والحسد من رؤسائك في العمل عليك يا صديقي يا برج الميزان وخصوصاً أنك دائماً تأتي في البعلومات الرائعة جداً وأيضاً النصائح الثمينة اللي بتدفع بالمصلحة العامة إلى الأمام هذا الموضوع يشعر رؤسك في العمل في الغيرة والحسد منك بس دائماً يا أصدقائي شو دي يعمل الحسد مع الرازق حاولوا قدر المستطاع أنكم تنهوا كل الأعمال المتراكمة عليكم أو المطلوبة منكم عشان دائماً أصدقائي عندهم أمور دراسية مثل الامتحانات الداخلية أو الخارجية أو الأمور المطالعة هناك بعض التراجع في الأمور الدراسية وخصوصاً يا صديقي يا برج الميزان الأسبوع الثاني من شهر واحد عفواً الأسبوع الثاني من شهر اثنين إشباط هذا التراجع بسبب الزملاء اللي من حولك اللي بحاولوا تضيع وقتك الثمين على أمور تافهة حاول قدر المستطاع أنك تركز على الأمور الدراسية مهم جداً وخصوصاً الأشخاص اللي عندهم امتحانات عشان تقدر تستدرك الأمور اللي راحت منك وأيضاً القادمة اعمل برنامج يومي للأمور الدراسية وتحدد وقت معين ولا تدع أي شخص أنه يضيع هذا الوقت اللي أنت مخصصه للدراسة وللمطالعة لنكمل يا أصدقائي ونرى شو مخباركم بالفترات القادمة تزداد رغبتك في السفر إلى دولة أخرى لأنك تشعر أحياناً أنك مش قادر اتحقي الأهداف والطموحات التي تسبو إليها بالدولة التي أنت قائم عليها هناك بعض الفرص هي فرص قليل لما ليست كثيرة في مجال السفر على الموليد برج الميزان بس هنا أشخاص عندهم طوالع معينة سيحارفهم الحظ بمجال السفر وسيكون عندهم تغير جدري اجتماعياً ومالياً وسيكون أغلب هذه الفرص على طريقة مساعدة الأصدقاء اللي من الدول الأخرى تزداد نشاطاتك الاجتماعية وستطلق الكثير من الدعوات إلى مناسبات سعيدة أغلب هذه المناسبات الصديقية الميزان ستكون حفلات زفاف وأيضاً عزومات الغداء ستكون بهذه المناسبات مثل الوردة اللي مفتحة أنيق جداً ابتسامتك اللي بتلفت الانتباه للأشخاص اللي من حولك وستلاحظ أنه في أشخاص جدد حابين يتعرفوا عليك ويتقربوا منك هذا بسبب الجاذبية الرائعة جداً أني رح تتمتع فيها بشهر اثنين ستطور عندك الحاسة السادسة وستشعر بالأمور قبل حدوثها اثق بإحساسك واعلم أنه مش رح يخيب آمالك بإذن الله تعالى وسيكون صادق وسيدفع بمصالحك إلى الأمام لنقمل يا أصدقائي أما عاطفياً للأشخاص العازبون أو المنفصلون تشعر في عدم الثقة ببداية الشهر من الأشخاص المقربين من حولك وأيضاً الأصدقاء بسبب خيبة الآمال اللي تعرضت لها بالفترات السابقة واستنطلق بإنجاز جديد لإثبات جذارتك أمام الأشخاص اللي من حولك أنك قادر يتواجه الدنيا لوحدك بدون شريك مستقبلي أو شريك حالي سيظهر أمامك أحد الأشخاص اللي إليك فترة ما حكيت معهم وكانت تربطك علاقة رائعة جداً وذكريات جميلة بينك وبين هذا الشخص وستعيد الذكريات بينك وبينما تطلعوا على بعض رح يكون موعد بالصدفة سيحاول هذا الشخص التقرب منك لكي يعيد الأمور إلى ما جريها مثل ما كانت في السابق حاولوا أنك لا تأخذوا قرار بشكل سريع لأن هذا الشخص أنت جربته بالفترات الماضية وخيب آمالك وما كان قد الوعود اللي أوعدك إياها الذي لم يوفي ولا بوعد منها اعلم يا صديقي يا برج الميزان أنك لما تكون بعلاقة فيها قيبة آمال أو فشل أنك رح تضيع عليك فرص رائعة جدا كانت رح تأتيك بالفترات القادمة في الأمور العاطفية أما الأشخاص اللي عندهم اشريك حياة مستقبلي سيكون شهر مليء بالحب والكلمات الرومانسية المتبادلة بينك وبين الحبيب وهناك لقاء رائع جدا وستحصل على هدية ثمينة من الحبيب وستكون كفيري إنها تخلي طاقة إيجابية وتزداد رابطة الحب بينك وبين هذا الشخص أنا يا أصدقائي والعود بالله من كلمة أنا ما بحب الحلقة تطول أكثر من هيك عشان ما تشعروا في الملل ولا قراءتك بعدها ما خلصت لساتها مطولة وكثير من التوقعات بس زي ما حكيت لكم بحب الحلقة ما تطول أكثر من هيك إن شاء الله سيكون القادم أفضل وأفضل وثق تماما ما راح أبخل عليك بأي نصيحة وأي منضوع إن كان يدفع بمصلحتك إلى الأمام كل الحب والتقدير لكم من كل قلبي ترجمة نانسي قنقر